هل مشكل حاجة تخطأ على تطبيقك الخاص تويتر؟ اليوم سنتعرف على هذه الطريقة من خلال التقطع للتبطول الاعدادات ثم نأتي إلى هذه النافذة الخاصة هنا وبعدها نقوم بنسيل الأسفر نضغط على التطبيقات ثم نأتي إلى نافذة التطبيقات الخاصة في هذه النافذة نقوم بنزيل البحث عن تطبيق تويتر هنا نضغط عليه ثم نأتي إلى نافذة معلومات التطبيق نضغط على إيقاف إجباري ثم نضغط على مؤفق بعدها نقوم بالنزل نضغط على مكان التخزين ثم نأتي إلى نافذة مكان التخزين نضغط على مسحل بيانات ثم نضغط على مسحل تخزين المؤقت ثم بعد ذلك سوف تقوم بإطفاء وتشغيل الوي فاي الخاص بك لكي تقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو نتمنى أن تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الشراك وتضغط على إيقاف وتعقل في فيديو آخر إن شاء الله